السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم متحد قطب كلنا صحينا الصبح لقينا الفيسبوك كله بعواجيز وكأننا سافرنا في الزمن للمستقبل وبقينا حاسين ان احنا الوحيدين اللي لسه سابتين على عمرنا كلنا عرفنا ان الموضوع ده بيتم عن طريق تطبيق اسمه فيس ايب فيس ايب عبارة عن تطبيق بيحول الصور وبيعدل عليها عشان يظهرك باشكال مختلفة منهم راجل عجوز او طفل صغير او شاب عنده دقن طويلة او بيغير لون الشعر وبيعملك اتسامة جميلة الموضوع فعلا مسلي وكوميدي وكلنا عادنا نضحك عالصور دي ونتفرج على اشكال اصحابنا لما يعجزوا هم في عيز شبابهم فجأة بنلاقيهم بقوم عواجيز ونشين صورهم هم بيتفسحوا هم عواجيز وهم عالبحر وهم عواجيز وعجوز كده مفطول العضلات والاشكال دي انا مش هتكلم اقول ما ينفعش تستخدم التطبيق ده عشان الخصوصية وعشان 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 لان الموضوع فعلا مقلق موضوع الخصوصية ده احنا اتكلمنا عليه في حلقات قبل كده ان انت بياناتك كلها مع جوجل وحتلاقوا لينكات موجودة فوق طب ايه موضوع فيس ايب ده هل ده برضو فيه موضوع في الخصوصية وانه هو هيبقى مشكلة بالنسبالي خصوصيتي صوري ملفاتي الحاجات دي كلها التطبيق ده مملوك لشركة روسية اسمها ويرلس لاب المعلومات اللي عن الشركة دي قليلة جدا 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 ووسائل اتصال بيها تكاد تكون معدومة لكن المعروف ان الشركة دي موجودة في مدينة اسمها سانت بيرترس بيرك في روسيا وده كل المعروف عن الشركة وده اللي بيتم المرسلات عليها لو بيتم المرسلات للشركة عن طريق العنوان ده مؤسس التطبيق اسمه ياروسلاف جونشالوف هو مطور تقني وسبق له قبل كده ان هو اشتغل في شركة ميكروسوفت وده اللي مكتوب فيه الاكاونت بتاع linkedin بتاعه دي كانت المعلومات الخاصة بالشركة الصانعة للتطبيق طب التطبيق نفسه ايه ضرر على خصوصيتي اللي بيقدر يوصله عندي التطبيق بيقدر يوصل لمعلوماتك الشخصية بياناتك اسمك عنوانك المكان الجغرافي اللي انت موجود فيه وكمان بيانات التطبيقات اللي موجودة عندك اللي متثبتة على الجهاز بيانات الاي بي بيانات الصور عشان يقدر ياخد طبعا الصور دي ويبدأ يعدل عليها وطبعا وشك وشك بيتم تخزين صورتك على الداتا سنتر بتاعت التطبيق بيستخدامها في تحسين التطبيق طبعا زي ما بيقال ان هو تحسين التطبيق بعد كده مستقبلا وان هو يفهم الوشوش بشكل اكبر لكن من ضمن البيانات الخطر جدا ان هي التطبيقات دي تاخدها هو الاي بي بتاعك طبعا احنا عارفين ان كل واحد شايل سمارتفون بياناته مش في امان تماما وخصوصا لو كان تليفونك بيحمل نظام اندرويد لان نظام الاندرويد ممكن يكون جوجل اه بتتحكم فيه لكن التطبيقات اللي انت بتنزلها لو ما كنتش عارف مصدرها او مش عارف التطبيق ده بيوصل لايه فانت كل خصوصيتك رايح في بعض موبايلات الاندرويد بتهتم بالخصوصية زي موبايلات بلاك بيري كانت بتنزل موبايلات تهتم جدا بالخصوصية وبتقولك كل تطبيق بيعمل ايه وبياخد البيانات بتاعتك وبيعمل بيهاي كمان في الاندرويد اللي جاي اللي هو اندرويد كيو اللي هو اندرويد او ما يسمى اندرويد تن الاندرويد حينزل بواعد الخواص اللي بتهتم بخصوصيتك وبتشتغل ان هي تتحكم في التطبيق اللي انت بتنزله وبتقول لك التطبيق ده عايز يوصل لإيه في بلفاتك عايز بيعمل إيه عايز تسمح له مرة ان هو يدخل على الصور مرة واحدة بس فالتطبيق ما بيشتغلش لكن لحد ما ينزل التحديث ده كلنا في الهوى سوا ما فيش خصوصية ما فيش أمان على أي تطبيق كمان البيانات اللي بياخدها عنك التطبيق ده خصوصا ممكن في لحظة الشركة دي تتباع وبياناتك دي تتباع بكل ما فيها لشركة تانية أو يتم تسريب البيانات دي ضمن قاعدة البيانات اللي بتتسرب حتى فيسبوك بياناته تسربت كتير في الموضوع ده التهكير اللي بيحصل وتلاقي بياناتك موجودة عند موقع تالت وبتتباع رقم تليفونك تلاقي بي بتاعك تجيلك رسائل سبام على الإيميل بتاعك كل ده بييجي عن طريق تسريب البيانات اللي بتحصل من التطبيقات ومن مواقع الكبيرة المشكلة ان النوع ده من التطبيقات بيحصل فقط المفروض ان هو يحصل فقط على الكاميرا الكاميرا عشان تقدر بس تشوف الصور وتحول الصور بتاعتك او بالكتير الملفات طيب ليه التطبيق بيوصل لبيانات الـ IP ليه بيوصل لبيانات الموقع بتاعك ليه بيوصل لإيميلك ليه الحاجات دي كلها لو جينا قلنا ان الموضوع ده بيحصل في كل الشركات فعلا بيحصل في كل الشركات لكن لو جينا نتكلم ان الموضوع ده بييجي من شركة مش معروف مصدرها مش معروف مكانها مش معروف اي بيانات عنها بتروح فين بتيجي منين على اقل البيانات بتاعتنا بتبقى معروف ان هي رايحة في جوجل ورايحة فيسبوك ويا شركات كبيرة لكن برضو كان بيحصل تسريبات ليهم انت كده كده مهما طالما دخلت الانترنت انت مفيش اي خصوصية انت بتسيب خصوصيتك تماما طالما دخلت الانترنت مفيش اي حاجة تقدر تحمي خصوصيتك على الانترنت اكتر الحاكرز بيستخدموا برامج كتير جدا عشان يحاولوا فقط انهم يخفوا هويتهم على الانترنت لكن هي احيانا كتير بيفشلوا وبيتم اكتشافهم وبيتم القبض عليهم زي ما كان بيحصل برضو اللي كانوا بيستخدموا دارك ويب والمتصفحات اللي هي بتخفي البيانات بتاعتك طول ما انت ماسك سمارتفون او بتدخل على الانترنت من اي مكان في العالم انت خصوصيتك زيرو لكن على الاقل احنا بنتكلم ان البيانات دي تكون معميلة البيانات دي هل هيتم استخدامها ضدك هل استخدم وشك هل من حق التطبيق ان هو ياخد وشك وتفاصيل وشك ويستخدمها في عمليات ديب فيك ان هو يقدر يستخدم وشك ده بعد كده في الطرق بتاعت الفيديوهات الجديدة ان انت تقدر تغير شكلك ممكن يستخدم وشك ممكن وشك نفسه يستخدم ويبقى موجود في التطبيق مرة تانية لأ فاحنا بنتكلم عن شركات ياما شركات كبيرة ومعروفة بتاخد بياناتك دي وبتستخدمها ياما شركات غير معروفة وبنتكلم عن شركة غير معروفة البيانات تستخدم بياناتك دي كتير ممكن يقول طب أنا عادي أنا واحد مش مهم أنا واحد بياناتي مش مهمة أنا مش شخص مهم عشان شركة تهتم بيانة لكن برضو لازم تحذر لازم تكون حذر جدا جدا في بياناتك أنت بياناتك ديت أهم شيء عندك ممكن بعد كده يتم استخدام بياناتك دي بشكل سيء على الإنترنت ممكن تلاقي صورتك موجودة على الإنترنت بشكل غير لائق خصوصيتك مهما كانت مهمة أنت طول ما انت على الإنترنت خصوصيتك زيرو أنا مش هقول لك وقف استخدام التطبيق وما تستخدموش تاني لكن برضو خلي بالك من خصوصيتك خلي بالك من الصورة اللي أنت حتاخدها خلي بالك من الصورة هل هي صورة شخصية ولا لا إن أكيد أكيد في واحد قاعد وراك كمبيوتر بيشتغل في الشركة دي ممكن يوصل لصورتك ويشوفها خلي بالك من الصورة دي لو فيها حد من أهلك فيها صورة شخصية إن الموضوع فعلا خطير لاننا في حلقات جاية إن شاء الله هنتكلف موضوع كتير بتهمنا كلنا المهول ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات اللي جاية سلام